ايه هو بقى ايه فكرة التعليم دي خلينا نقول برضو ان فيه جزئين مهمين جدا في تعليم الموتوسعي هي طريق التعليم اوكي وطريق التعامل وتربية فلسفة ومنهج تعليمي تمام حقيقة عشان نقدر نفهم ايه التعليم الموتوسعي لازم نفهم ايه المشاكل اللي عندنا في تعليمنا التقليدي تعالي مثلا نشوف الطفل عشان يشتغل بيشتغل بمزاجه ولا بيشتغل بالمدرس اللي بيقوله عليه او بالشبشب يعني يعني طبعا دي مامي بقى في البيت المدرس بيفرض على اطفال كلها يبقى عندك 30 طفل مثلا ففي احسن الاحوال بياخدوا كلهم نفس المعلومة من غير ما نرعي اطلاقا الطفل ده زكاءه فين؟ زكاءه سمعي زكاءه بصري بيحب الرياضيات لألوف اللغة هيطلع شاعر بيحب الحاجات الميكانيكية يشتغل بايده مفيش عندنا التفرقة دي خالص في النظام التقليدي تعالي نشوف مثلا في التقييم التقييم بيتم ازاي في النظام التقليدي خد ورقة وحل وامتحن ودرجات تعالي نشوف طريقة التعلم هل المدرسة بتقعد مع الطفل وتتهمه حتى حتى وتبقى متأكدة وصل معنومة كاملة؟ لاقا هي بتشرح والمستفيد الأوحد على فكرة الطالب المتوسط اللي فوق المتوسط للأسف مطاري بقى متوسط اللي تحت المتوسط هيفضل تحته مش هيعرف يبقى متوسط دي مشاكلنا في تعليم التقليد العكس تماما بقى في طريقة منتسوري أول حاجة في طريقة منتسوري الطفل بيتعلم على حسب اختياره طريقة منتسوري فيها حسب اختياره يعني إيه؟ حسب اختياره عندنا 5 ميديولز أو 5 أركان كل ركن بيختص بتعليم جزء معين له علاقة بمهارة موجودة جوه الطفل أو احتياج داخل الطفل لقي عندك الجزء الخاص بالمهارات الحسية بالحياة الحسية اللي هو مسؤول عن حواس الخامسة وتنشطها ويجعلها في أبدع ما يكون في طفل زكي في الحتة دي اه طبعا لا احنا كلنا على فكرة اتخلقنا كلنا اتخلقنا بمهارات رهيبة ما أدركناهاش وإحنا صغيرين يعني ما تعلمناش بطريقة اللي اتخرجها للنور فاتدفنت وصعب جدا إرجع طفل بقى ما دون سن الخامسة يعني من 0 to 5 ده هو ده السن الأساسي التعلم حتى ماريا مونتو سوري قالت عليه هو أهم من مرحولة جامعية أنا عارفة المعلومة دي لأن حتى في أوروبا أو في أمريكا الناس اللي بتمدرسين الحضانة اللي هو الفترة دي بيبقوا لازم يبقى معهم شهادات معينة ودراسات معينة ويبقى معروف أن اللي بتدرس حضانة دي أكيد أكفأ بكتير من مدرسة سنوي بالضبط أكفأ نفسيا لتتعامل مع الأطفال لأنها جواهم جواهر لازم حد يعرف جواهر جي كده شاطر يلاقي الجواهرة ويخرجها للنور ترجمة نانسي قنقر